أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الأدادية مع مراجعة مادة الدراسات الاجتماعية وراجعة الدور التاني طبعا امتحان الدور التاني بيتضمن الكتابين كتاب الترمي الأول وكتاب الترمي التاني طبعا احنا أكيد رجعنا الكتابين وفهمنا كل الأسئلة النهاردة هبدأ معاكم بالجغرافيا وهناخد مجموعة من الخريط المتوقعة ان شاء الله في امتحان الدور التاني السنة هنبدأ مع خريطة العالم وهتظهر قدامنا دلوقتي خريطة للعالم السؤال بيقول لنا أمامك خريطة صماء للعالم اكتب ما تدل عليه الأرقام هنا جايب خريطة العالم وفيها ظاهرات متنوعة أول ظاهرة بيشاور عليها رقم واحد الجبال طبعا احنا عارفين الجبال دي يا أولاد وحافظينها كويس وهي أعلى جبال العالم اللي هي جبال الهيمالايا يبا الجبال دي هي جبال الهيمالايا واحنا عارفين أن جبال الهيمالايا دي بتقع في وسط أسيا وهي أعلى جبال العالم ويوجد من ضمن هذه الجبال قمة جبل إفرست جبل إفرست هو أعلى قمة جبلية في العالم علشان كده ممكن يجينا سؤال برضو هنا ويقول لنا إيه تقع قمة إفرست ضمن جبال نقط فطبعا قمة إفرست بتقعد ضمن جبال الهيملايا اللي موجودة في أسيا والتي تعتبر أعلى جبال العالم اتنين الهضبة هو بيشاور لنا على هضبة موجودة في قارة أمريكا الجنوبية اهي اللي واخدن له الأصفر دي أولاد والهضبة دي زي ما احنا شايفين واخده مساحة كبيرة جدا من شرق البرازيل أو من جمهورية البرازيل طبعا احنا رأسنا البرازيل في الترمي التاني وعارفين مكانها يبقى الهضبة دي على طول هضبة البرازيل طيب رقم ثلاثة هنا جايب لنا إقليم مناخي يا ترى الإقليم ده موجود فين ده الإقليم ده موجود في وسط إفريقيا فين بالزبط حول دائرة الاستواء من عشرة شمالا لعشرة جنوبا طب الإقليم ده إقليم ايه طبعا معروف لنا كلنا من عشرة شمالا لعشرة جنوبا يبقى على طول قليم المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي الحار يبقى المناخ الاستوائي طب نفتكر مع بعضين المناخ الاستوائي ده ايه أهم مميزاته حرارة مرتفعة طول العام ومطر غزير طول العام يبقى حرارة مرتفعة طول العام ومطر غزير طول العام رقم أربعة السلالة عندنا السلالة السائدة في قارة أسيا خدناها قبل كده هي السلالة المغولية الصفراء السلالة السائدة في إفريقيا هي السلالة الزنجية السلالة السوداء عندنا في أوروبا بقى السلالة السائدة اللي هي مشاورين عليها برقم أربعة هنا طبعا تكون بلا أدنى شك السلالة القوقازية يبقى عندنا أربع ظاهرات مهمين جدا شفناه جبال الهيمالاية الظاهرة دي مهمة جدا ودايما ياولاد بيتيجي في امتحانات الشادة العددية هضبة البرازيل وقليم المناخ الاستوائي والسلالة القوقزية طب واحد يسألني سؤال هنا وقول لي طب افرد شال كلمة اقليم المناخ هنا وجاب لنا الغابات يبقى على طول برضو الغابات الاستوائية طيب نشوف مع بعضين خريطة تانية امامك خريطة لاوروبا اكتب ما تدل عليه الارقام دي خريطة اوروبا الصماء وجاب لنا اربع ظاهرات برضو على الخريطة دي اول ظاهرة بيسأل عليها وهي الجبال احنا عارفين ان اهم الجبال اوروبا على الاطلاق واعلى الجبال في اوروبا شوفوا خلي بالكم لما بقول في العالم يبقى جبال الهيمالاية لما اقول اعلى جبال في اوروبا يبقى على طول من غير تفكير جبال القلب واحنا عارفين ان القلب دي ياولاد موجودة في وسط اوروبا وموجودة في شيبه جزيرة البلقان وموجودة ايضا على حدود فرنسا واسبانيا على حدود فرنسا واسبانيا بنسمي جبال القلب هنا جبال البرانس وفي وسط اوروبا بنسميها جبال القلب وعندنا في الحتة دي اللي هي شيبه جزيرة البلقانة هي البشارة على بلماوس في شيبه جزيرة البلقان بسميها القلب الدينارية يبقى هنا جبال القلب نمرة اتنين البحر شايفين البحر فين ياولاد اهو اهو شمال المانيا ادي المانيا اللي درسناها في الترمي التاني عارفين مكانها شمالها على طول فيه بحر طبعا وحدي يقول لي بحر الشمال اقول له لأ ده بحر الشمال هنا هوب انما هنا البحر اللي جوه ده وهو البحر البلقي البحر البلقي اللي هو رقم اتنين طيب ما افرد شوهن هنا يبقى هنا بحر الشمال طيب رقم ثلاثة هضبة تعالوا مع بعضنا كدي نشوف الهضبة دي فين ده الهضبة دي موجودة في اسبانيا هاي دي دولة اسبانيا الهضبة دي موجودة في وسط وجنوب أسبانيا والهضبة دي مهمة جدا جدا بتشغل معظم مساحة أسبانيا وبسميها هضبة الميزيتا يبقى الهضبة دي هضبة الميزيتا طيب واحد يقول لإفرد جاب لنا هضبة فوق الميزيتا كده في فرنسا يبقى على طول هضبة فرنسا الوسطى طيب رقم اربعة المحيط أوروبا بتطل على محيطين المحيط اللي في الشمال خالص اسمه المحيط القب الشمالي نعم المحيط اللي في الشمال الغربي وفي الغرب اسمه ايه طبعا ما فيش غيره المحيط الإطلنطي والذي يفصل قارة أوروبا وقارة أمريكا الشمالية المحيط الإطلنطي بيقع بين قارة قارة موجودة في العالم القديم اللي هي قارة أوروبا وقارة موجودة في العالم الجديد اللي هي قارة أمريكا الشمالية إذن المحيط الإطلنطي رقم أربعة طيب عندنا خريطة تانية الأسيا السؤال بيقول أمامك خريطة صماء لقارة أسيا اكتب ما تدل عليه الأرقام نمر واحد الجبال ما احنا عارفين الجبال دي يا أولادين الجبال دي احنا عارفينها بتقع بين أوروبا وبين أسيا وهذه الجبال رغم أنها بتقع بين أوروبا وأسيا بس احنا من اعتبرش الجبال دي فاصل بين القارتين ازاي لأن ارتفاعها أولي الأولاد هذه الجبال اسمها جبال أورال وهي قليلة الارتفاع طيب نمر اتنين بحر آه ده هنا هو جايب بحر مغلق بيحيط به اليابس من كل ناحية ما احنا عارفين البحر المغلق الوحيد المهم جدا عندنا في المنهج طبعا مش الوحيد في العالم لأ انا اقصد البحر المهم جدا عندنا في المنهج واللي هو اكبر البحار المغلقة في العالم هذا البحر هو بحر قزوين وهو اكبر بحر مغلق في العالم وموجود في قارة أسيا اهو رقم اثنين رقم ثلاثة هنا بيشاور على هضبة الهضبة دي احنا بنعتبرها أعلى هضاب العالم الهضبة دي موجودة فين؟ موجودة في وسط أسيا ورائمة من جبال الهيملايا مجورة الجبال الهيمالاية لسه اخدنا من شوية يا أولاد طب الهضبت اسمها هضبت ايه هضبت التبت واحد يقول لي طب هضبت التبت يا مستر دي ليه بنسميها سقف العالم ممكن سؤال يجلنا كده بما تفسر أطلق العلماء على هضبت التبت سقف العالم هقول على طول كلمتين لأنها أعلى هضاب العالم ولارتفاعها عن قمم الجبال لازم أقول لأنها ترتفع عن قمم الجبال وهي أعلى هضاب العالم طيب نيجي للظاهرة رقم أربعة وهي مجموعة من الجزر المجورة لقرة أسيا وهذه الجزر جزء من قرة أسيا اهي رقم أربعة شايف السامي بيشاور فين يا أولاد اهي فوق الجزر اللي واخده شكل قوس شوية كده ناحية الساحل أسياوي طبعا دي بلا شك هي جزر اليابان طب واحد يقول لي افرج بنا الجزر التحت دي يبقى جزر الفلبين طب الجزر اللي جنبها جنوب أسيا خالص جزر أندونيسيا لازم نفرق بين جزر اليابان اللي هي دي ودي جزر أندونيسيا جزر فلبين آسف اللي هي دي ودي جزر أندونيسيا اللي في الجنوب دي بالنسبة للجزر طيب عندنا خريطة تانية للعالم بس السؤال هنا مختلف شوية يا أولاد ازاي مختلف النمازج اللي احنا خدناها من شوية كانت بتقول لنا أمام الخريطة صماء للعالم أو لأسيا أو لأوروبا اكتب ما تدل عليه الأرقام هنا لا بيقول لك ايه أمام الخريطة صماء للعالم قعد رسمها في ورقة الإجابة لو جلنا سؤال زي كده يبقى احنا لابد ان احنا نمسك الخريطة دي ونعيد رسمها في ورقة الإجابة واحد يقول لي طب انا ما عرفش رسم الخريطة دي خالص أنا ما تدربتش على رسم الخريط لأ احنا متدربين على رسم الخريط وفي برنامج مدرسة على الهوى هنا الترمي الأول والتاني تمام شرحنا الكلام ده مع الدكتورة إيلاريا طبعا وعارفين يا أولاد اني المصحح مش هيطلبك انك انت ترسم الخريطة بالزبط مش ممكن ترسم الخريطة على قد ما تقدر وبعد ما ترسم الخريطة هتوضع عليها الظاهرات اللي احنا هنشوفها دلوقتي هنا بيقول لك ايه وضع الخريطة جبال روكي طب افكر يا ترى جبال روكي دي موجودة في انهقرة طبعا على طول بدون تفكير روكي يبقى امريكا الشمالية طب فين في امريكا الشمالية على طول في ناحية الغرب اهو ادي جبال روكي اهي طب واحد يقول لي هو فيه فرق بين روكي وابلاش طبعا ده ابلاش موجودة هنا في الشارع ادي هاي على الساحل الشارع هلاقي جبال ابلاش انه مع الساحل الغربي اه هلاقي جبال روكي بس على فكرة جبال روكي مش موجودة على الساحل مباشرة لأ ده هي موجودة في الغرب لان فيه سلاسل جبالية موازية لها جنبها بتقع على الساحل يبقى ادي جبال روكي اهي ارسمها بالشكل ده ووضحها يبقى لازم اعمل خط كده واكتب جنبيه رقم واحد واكتب الظاهرة جبال روكي نمرة اتنين هو طالب مني احددله على الخريطة جزيرة مدغشقر واحد يقول لي طب جزيرة مدغشقر دي يا ترى احنا درسناها في انهي قارة طبعا معروفة لنا كلنا جزيرة مدغشقر لان تعتبر مدغشقر جزء من قارة افريقيا اللي احنا بنعيش فيها ادي جزيرة مدغشقر اهي السهم بيشاور عليها نمرة اتنين جزيرة مدغشقر يا ترى جزيرة مدغشقر دي اللي بيفصل بينها وبين افريقيا مضيق زغير هنا اهو موز بيشاور عليه اسمه مضيق موزنبيق مضيق موزنبيق ده بيفصل بين جزيرة مدغشقر وبين قارة افريقيا يبقى هنا الجزيرة دي جزيرة مدغشقر تلاتة البحر الاسود واحد يقول لي احنا خدنا البحر الاحمر خدنا بحر القزوين البحر البلتي وبحر الشمال بس البحر اسود ده آه لاخدنا برد واخدنا في تدريس اوروبا تمام لما قلنا نهر الدانوب بيصب في البحر الاسود طب فينه البحر ده اهو هيظهر دلوقتي على الشاشة اهو السامي بيشاور عليه رقم ثلاثة البحر الاسود وده بيصب فيه نهر الدانوب في اوروبا طب رقم اربعة نهر الامازون يا ترى نهر الامازون درسته فين ده انا اخدت انهار كتير السنة دي ده انا اخدت في قارة اسيا اه انهار في الشمال اللي هي اوبو يانسي ولينا اللي بيصب في المحيط القطب الشمالي خدنا ايضا في اسيا نهر الينجتسي اللي بيصب في الهادي خدنا نهر الجنج اللي بيصب في المحيط الهندي او في خليج البنغال خدنا ايضا في اوروبا نهر الدانوب بيصب في البحر السود ونهر الراينفة اللي بيصب في بحر الشمال وخدنا نهر النيل في افريقيا طبعا نهرنا العظيم واخدنا نهر النيجير في أفريقيا اللي بيصب في الإطلنطي واخدنا في أمريكا الشمالية نهر الميسيسيبي اللي هو أهم نهر في أمريكا الشمالية ما للأمازون دي موجود فين ده الأمازون ده هو أهم نهر في أمريكا الجنوبية شايفين يا أولاد في النهر الأمازون موجود في أمريكا الجنوبية وعلى فكرة بيصب في المحيط الإطلنطي ويعتبر هذا النهر من أهم أنهار العالم طبعا هنا يا أولاد في الأمازون بتنمو أكبر غابة استوائية في العالم بسميها غابات الأمازون الاستوائية طيب دي بالنسبة لخريط العالم الصماء لما أعد رسمها لما أعد رسمها فورة الإجابة ووضح عليها الظاهرات طيب تعالوا مع بعضنا كده نشوف خريطة أمريكا الجنوبية السؤال بيقول لنا أمامك خريطة صماء لأمريكا الجنوبية اكتب ما تدل عليه الأرقام مش أقول لي على الجبال دي اللي موجودة في غرب أمريكا الجنوبية ده دي عبارة عن سلاسل جبلية تمتد من أقصى شمال القارة إلى أقصى جنوب القارة طيب أنا سامع واحد يقول لي يا مستر هي الجبال دي بنعتبرها امتداد لجبال روكي تعتبر امتداد لجبال روكي طيب الجبال دي اسمها ايه باسمها جبال الانديز موجودة فين الجبال دي موجودة في غرب أمريكا الجنوبية طيب يا ترى الجبال دي بينها وبين المحيط الهادي قدر محيط الهادي يا ولدها اللي بشور عليها هو قدر محيط الهادي ودي جبال الانديزة هي طب الجزء الابيض اللي موجود بين جبال الانديز وبين المحيط الهادي دي عبارة عن سهول ساحلية ديقة وهنا السؤال بيجي ازاي يقول لنا بي ما تفسر ديق السهول الساحلية في غرب أمريكا الجنوبية على طول هجاوب وقول بسبب اقتراب جبال الانديز من ساحل المحيط الهادي نمرة اتنين الهضبة انا سامع واحد يقول لي ده ورهيبة من هضبة البرازيل اللي احنا واخدينها من شوي اه ادي هضبة البرازيل اهي اللي تعتبر اكبر الهضاب اتساعا وارتفاعا في امريكا الجنوبية شمالها على طول رقم اتنين في هضبة اسمها هضبة جيانة هضبة جيانة هضبة جيانة دي موجودة في شمال امريكا الجنوبية طيب رقم ثلاثة بيشاور على المحيط يا ترى المحيط رقم ثلاثة اسمه ايه معروف لان امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية بيطلوا من ناحية الشرق على المحيط الاطلانطي طيب من الغرب على المحيط الهادي يبا احنا هنا متكلم عن ناحية الشرقية يبا رقم ثلاثة على طول المحيط الاطلانطي طيب رقم اربعة جيب لي اقليم مناخي رقم اربعة اقليم مناخي يا ترى الاقليم المناخي دي موجود فين موجود في جنوب شرق البرازيل طيب اسمه ايه على طول المعتدل الدفيع اللي انا بيطلق عليه الصيني يبقى here laquleim المعتدل الدفيع او ما يطلق عليه laquleim الصيني اهو ياولاد واحد يقول لي طيب الاquleim الصيني ده بتنمو فيه غابات ايوه اسمها ايه الغابات دي اسمها على نفس الاقليم اسمها اقليم الغابات الصيني طيب هنا المناخ اخبره ايه حرارة مرتفعة صيفة المطر طول العام هنا المطر برضو طوال العام في الإقليم الصيني خريطة ثانية للعالم خريطة دي بتقول لنا إيه أمام خريطة صماء للعالم اكتب ما تدل عليه الأرقام وجايب لنا رقم واحد إقليم مناخي وبيشاور في أقصى شمال قرة أسيا خلاص طالما أقصى شمال قرة أسيا أعرف على طول إن الإقليم المناخي ده هو إقليم التاندرة إقليم التاندرة دي إقليم مناخي موجود في شمال قرة أسيا دي إقليم التاندرة طب رقم اتنين الهضبة يا ترى الهضبة دي موجودة في أنهي قرة في أمريكا الشمالية طب موجودة فين في أمريكا الشمالية في الشمال الشارعي الغضبة دي على طول من غير مفكر هضبة لبرادور هضبة لبرادور طب في هضبتarbeit في امريكا الشمالية ايه عندنا هضبة كلورادو وهضبة المكسيكا هضبة المكسيكا وهضبة كلورادو هنا بس احنا مشاورين هنا على رقم اتنين يبقى هضبة لبرادور على طول تلاتة البحر ده البحر ده مهم جدا جدا ياولاد ودايما السؤال ده بيجي في صورة اكمل او في صورة اختر طب بيجي على الخريطة او بيجي على الخريطة برضو زي ما احنا جايبينه بحر ايه ده هذا البحر الذي يفصل بين قارة استراليا وبين جزر اندونيسيا او قارة اسيا وهو بحر ارافورا بحر ارافورا الذي يفصل بين قارة اسيا وقارة استراليا وبالتحديد بين استراليا وبين جزر اندونيسيا أربعة بيشاور لنا على مجموعة من الجزر اللي موجودة في شمال غرب أوروبا جزر موجودة في شمال غرب أوروبا طب يا ترى الجزر دي إيه ما قالكش جزيرة هموقن هو يشاور على الجزيرة الزغيرة وخالص دي اللي موجودة في شمال غرب أوروبا يبقى دي أيسلندا على طول إنما هو قالك مجموعة من الجزر يبقى على طول الجزر البريطانية الجزر البريطانية موجودة في شمال غرب أوروبا جنب فرنسا على طول يا أولاد بيفصل بينها وبين فرنسا البحر ده اللي أنا بسميه بحر المنش أو القناة الإنجليزي ننتقل لسؤال آخر هذا السؤال لا يخلو منه امتحان امتحان درسات الاجتماعية لازم يبقى فيه سؤال بما تفسر طيب سؤال بما تفسر ده يا أولاد نحله إزاي هل نكتب فيه مقالة يعني لو قال لنا مثلا بما تفسر ديق السول الساحلية في غرب أمريكا الجنوبية زي ما احنا قلنا من شوية أكتب له موضوع تعبير وبعض الطلبة بلاحظ إنها تكتب كتير جدا بما تفسر لا إحنا عايزين الإجابة المحددة المطلوبة يعني هناخد نمازج مع بعضينا ونهتدرب على السؤال ده مع بعضينا بما تفسر سؤالة اتصال أوروبا بالعالم الخارجي أفكر بقى أوروبا دي موجودة فيه أقول آه ده أوروبا دي بتطل جنوبا على البحر المتوسط وبتطل من الغرب والشمال الغربي على المحيط الإطلانطي يبقى موقع استراتيجي ممتاز محيط الإطلانطي وبحر متوسط وجنبها قارة أسيا يبقى أوروبا من الغرب المحيط الإطلانطي اللي بيفصل بينها وبين الأمريكا الشمالية طب من الجنوب البحر متوسط اللي بيفصل بينها وبين أفريقيا يبقى هنا فيه وسائل اتصال فيه سفن ريحة جاية فيه وسائل اتصال منذ أقدم العصور يبقى سورة اتصال أوروبا بالعالم الخارجي الإجابة باختصار قسرة المواني الطبيعية طب المواني الطبيعية دي هتفيدني في إيه؟ طبعا هتفيدني لإن مواني يعني سفن خارجة سفن دخلة يعني فيه اتصال بكل أنحاء العالم السؤال دي لسه احنا قيلينه على فكرة وإحنا بناخد خارجة العالم بما تفسر تعرف هضبة التبت بسقف العالم احنا قلنا باختصار لارتفاعها عن قمم الجبال ولأنها أعلى هضب العالم أعلى هضب في العالم وهي مرتفع عن قمم الجبال السؤال بعد كده ديق السهول السحلية في أفريقيا سامع واحد يقول لي يا مصر احنا خدنا ديق السهول السحلية في أمريكا الجنوبية دلوقتي وعندنا برضو ديق السهول السحلية في أمريكا الشمالية هنقول بسبب اقتراب الجبال ديق السهول السحلية في أستراليا هنقول بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير ديق السهول السحلية في أفريقيا برضو بسبب اقتراب حفات الجبال والهضب اقتراب حفات الجبال والهضب من الساحل يؤدي إلى ديق السهل الساحلي في أفريقيا ندرة وجود ما يعرف بالسلالة النقية واحد يقول لي يا مصر ده يعني سلالة نقية سلالة نقية هي سلالة لم تختلط بغيرها من السلالات يعني لما نقول السلالة دي نقية معناها أنها سلالة زنجية 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 100% لما نقول سلالة مغولية هنقول أنها لم تختلط بأي سلالة أخرى واحد يقول لي طب ممكن تدينا أمثلة يا مصر أقول لي كتير جدا يعني عندنا مثلا في أفريقيا الأقزام هم الأقزام دي سلالة نقية أيوة سلالة نقية طبعا طيب زي مين تاني؟ زي الهنود الحمر في غابات وجبال أمريكا الشمالية والجنوبية دول عايشين في عزلة منعزلين وبرضو دول يا ولاد سلالة نقية طيب ليه ما فيش سلالة نقية حاليا طبعا الإجابة هتكون باختصار بسبب انصهار السلالات واختلاط الصفات الطبيعية التي تميز كل سلالة السلالات حصل تزاوج بينها الصفات كل سلالة تدخلت يعني ممكن مثلا نلاقي واحد زنجي أسود البشرة ولكنه يحمل الملامح المغولية أو واحد أصمر بيحمل أو يعني تابع السلالة المغولية أصفر البشرة ويحمل ملامح زنجية طب ليه؟ هنا حصل اختلاط حصل انصهار الصفات الطبيعية لم تعد نقية والكلام ده طبعا هتدرسوه طبعا في السنوية العامة بالتفصيل ازاي السلالات بتدخل مع بعضها أو الصفات الوراسية ازاي بتدخل مع بعضها يبقى بسبب انصهار السلالات واختلاط الصفات الطبيعية عفوا يعيش اكتر من نصف سكان العالم في المدن المدن دي في اي مكان في العالم بتبقى اماكن جذب للسكان يعني مثلا عندنا في مصر هنا نلاقي مدينة القايرة اكثر المدن ازدحاما بالسكان ليه؟ لان فيها خدمات كل المصالح الحكومية وكل الخدمات والمرافق المهمة موجودة في القاهرة يبقى هنا الاجابة فرص العمل موجودة خدمات متنوعة مناطق صناعية يبقى وفرت فرص العمل وفرت الخدمات المتنوعة المناطق الصناعية طب انا عارفين يا ولاد فرص العمل دي بتجذب السكان اي واحد بيهاجر من مكان لاخر بيهاجر بحسن الفرص العمل عفوا وفرت الخدمات المتنوعة تمام؟ وفرت المناطق الصناعية طبعا المناطق الصناعية يا ولاد معروفة انها بتجذب السكان طب ليه؟ لان مستوى داخل الفرد بيبقى اعلى في المناطق الصناعية الداخل بتاع الفرد بيبقى في المناطق الصناعية اعلى فدايما الانسان بيلجأ الى العمل في الصناع اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواص سؤال مهم جدا ومن الاسئلة التي لا يقلو منها امتحان طب ازاي اجاوب على السؤال ده؟ اركز كويس جدا 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 في الاختياري لان ممكن تكون في اجابات متقربة او متشابهة لا انا افكر وقرأ السؤال مرة واثنين وثلاثة وفي النهاية لما اتأكد اكتب الاجابة او اختر الاجابة الصحيحة هنا بيقول لي ايه اصغر القارات مساحة هذا سؤال سهل جدا ده طبعا معروف ان قارة اسيا دي اكبر القارات اربعة واربعين واثنين من عشر مليون كيلو متر مربع افريقيا تاني قارة بعد اسيا على طول تلاتين وثلاثة من عشر مليون كيلو متر مربع يبقى على طول استراليا استراليا او الاقيانوسية هي اصغر قارات العالم طيب هنا السؤال التاني بيقول لك يمر خط الاستواء او دائرة الاستواء في وسط قارة افريقيا ولا اوروبا ولا استراليا ما احنا كلنا عارفين ان اوروبا دي بعيدة خالص عن خط الاستواء ده بتقع من ستة وتلاتين لواحد وسبعين شمالا يبقى اذا مفيش ولا دائرة عرض بتمر في اوروبا لا فيه الدائرة القبية الشمالية ستة وستين ونص شمالا هي دائرة العرض الرئيسية التي تمر في اوروبا طب مدار السرطان ما بيمرش في اوروبا لا طبعا بعيد عن اوروبا تلاتة وعشرين ونص شمالا طب خط الاستواء لا ده خط الاستواء بعيد خالص طب مدار الجادي ده مدار الجادي ده تلاتة وعشرين ونص جنوبا بيت خالص عن اوروبا الدائرة الرئيسية الهامة التي تمر في اوروبا هي دائرة الدائرة القطبية الشمالية طب استراليا ترى في دوائر عرض رئيسية بتمر فيها ايه طبعا مدار الجدي 23 ونص جنوبا بيمر في قارة استراليا يبقى اذا هنا هستنتج على طول ان خط الاستواء او دائرة الاستواء بتمر في منتصف قارة افريقيا يبقى الاجابة بتاعتنا هنا افريقيا طيب اطول انهار اوروبا هنا مقاليش اطول انهار العالم ده بيقول لي اطول انهار اوروبا نهر نقاط وجايب لي الدانوب ده موجود في اوروبا الفولجا موجود في اوروبا الرين موجود في اوروبا طب تيجي ناخد شوات معلومات كده بسرعة يا ترى نهر الدانوب ده بيصب فين في البحر الاسود طب نهر الفولجا بيصب فين اه افكر نهر الفولجا ده بحر قزوين قال له ده بحر قذوين ده بحر مغلق طب ازاي يقول عليه بحر مغلق وفيه نهر بيصب فيه ما فيش اي مشكلة تعريف البحر المغلق يا ولاد هو البحر الذي لا يتصل باي بحر او محيط انما انا قلت في تعريف البحر المغلق انه لا يصب فيه نهر لا طبعا نهر الفولجة اطول نهر في اوروبا ويصب نهر الفولجة في بحر قذوين ما فيش اي تعارض بين تعريف البحر المغلق وبين وجود نهر بيصب فيه يبقى هنا نهر الفولجة بيصب ببحر قزون طب النهر التالت نهر الراين ده نهر الراين ده موجود في ألمانيا وبيصب فين يطرف في بحر الشمال طب أنه نهر فيهم هو الأطول في أوروبا ما هادرش أقول أطول نهر في العالم عشان لو قلت أطول نهر في العالم يبقى هروح على أفريقيا على طول وهلاقي أن النهر ده هو نهر النيل إنما هنا نهر أوروبي يبقى على طول نهر الفولجة هو أطول أنهار أوروبا اعلى قمة جبلية في العالم هي قمة ويتني مونت بلان افرست واحد يقول لي الجبل دي احنا خبناها اه حتى في بعض منها موجود في تدريبات كتاب المدرسة يا اولاد لو مش موجودة في الشرح موجودة في التدريبات طبعا معروف ان اعلى جبل في العالم بلا شك هو افرست طب افرست ده بيقع ضمن ايه افرست دي موجود ضمن جبال الهيملايا طب ارتفاع افرست كام يا اولاد انا سامع ناس بتكلم معايا سامع ناس بتقول 8888 متر فعلا قمة افرست اعلى قمة جبلية في العالم على الاطلاق طب موجودة ضمن جبال ايه موجودة ضمن جبال الهيملايا طيب الجبال دي ارتفاعها كام 8888 متر فوق مستوى سطح البحر تعرف السهول الشمالية في اسيا بسهول طبعا هنا حدد لي قال لي السهول الشمالية طب لو قال لي السهول الشرقية يبقى على طول سهل منشوريا وسهل الصين العظيم سهل منشوريا وسهل الصين العظيم او سهل الصين الشرقي دول موجودين في الشرق انما السهول الشمالية في اسيا ده هي السهول التي يجري فيها نهر واهل هي السهول سيبيريا وهنا ياولاد بيسود مناخ قليم مناخي خدناه من شوية اسمه قليم مناخ التندر تشبه تدريس استراليا تدريس نؤط استراليا طب ده استراليا دي في العالم الجديد آه أستراليا في العالم الجديد طب بتشبه إيه؟ بتشبه تدريس أسيا ده أسيا دي أكبر قارة في العالم القديم وفي العالم كل ولا بتشبه تدريس أفريقيا أفريقيا برضو تاني قارة في العالم في المساحة وتاني قارة في العالم الجديد طب بتشبه تدريس أوروبا ده أوروبا دي برضو في العالم القديم ده أستراليا دي في العالم الجديد هل يترى القارة اللي موجودة في العالم الجديد اللي هي أستراليا دي بتتشابه مع قارة موجودة في العالم القديم في التدريس طب يا ترى القارة دي هي ايه على طول افريقيا ماشي علشي الخط مرحل شوية قارة افريقيا طب هنا واحد يقول لي ايه واجه الشبه بين افريقيا وبين استراليا فيه واجه شبه بينه طبعا واجه الشبه ان الهضاب او المظهر الهضبي بيسود في كلا القارتين واحد يقول لي طب ممكن شوية شرح شوية اقول لك وانا قارة افريقيا بنلاقي فيها مجموعة من الهضاب زي ايه عندنا في الشمال هضبت افريقيا الشمالية ده هضب افريقيا الشمالية دي معروفة عندنا هضبت السيوبيا او الحبشة في الشرق عندنا هضبت البحيارات الاستوائية في الوسط عندنا هضبت جنوب افريقيا في الجنوب اربع هضاب لو بصيت على خريط افريقيا كده في خريطة لو دخلنا على جوجل إيرتس وبصينا على أفريقيا كده هنلاقي كلها هضب المظهر الهضب بيغطيها طب تعالوا كده نبصوا على أستراليا هنلاقي برضو المظهر الهضب بيغطيها ليه؟ لأن في أولاد هضبة في غرب أستراليا بتشغل معظم مساحتها اسمها الهضبة الغربية يبقى لو بصيت على خريط أستراليا وبصيت على خريط أفريقيا هلاقي إن كلاهما بيسود فيه المظهر الهضبي يبقى وجه الشبه بينهم أن الهضب تغطي أفريقيا وتغطي معظم أستراليا طيب هنا بيقول ليه تنتبه جزر أندونيسيا إلى الإقليم أول حاجة أفكر جزر أندونيسيا دي موجودة فين؟ على طول أعرف إن جزر أندونيسيا دي موجودة في جنوب أسيا نحن استمشاورنا عنهم على الخريطة شفنا جزر اليابان شفنا جزر الفلبين وشفنا جزر أندونيسيا طب يا ترى جزر أندونيسيا دي اللي موجودة في جنوب أسيا أشغل دماغي جنوب أسيا يعني إيه جنوب أسيا يعني خط الاستواء لأن احنا عارفين إن أسيا بتمتد من عشرة جنوبا إلى واحد وثمانين شمالة طيب واحد يقول لي يا الله دا كده يبقى أنا أقصد مناخ بيمر في خط الاستواء آه طبعا يبقى هنا جزر أندونيسيا بتقع ضمن المناخ الاستوائي تمام طيب ناخد السؤال الجاي ده تسقط الأمطار في الإقليم اللورانسي طيب الإقليم اللورانسي احنا خدناه يعني إقليم اللورانسي ليه اسمتين احنا قلنا من شوية الإقليم الصيني هو الإقليم المعتاد للدفئ اللي موجود شرق القرات ما الإقليم اللورانسي ده إيه ده ده هو الإقليم المعتاد للبارد اللي موجود في غرب القرات طبعا موجود الأمطار في طول العام هناخد فاصل قصير يا أولاد وارجع أهلا بيكم حبيبي بعد الفاصل وكنا استعرضنا جموعة من أسئلة الجغرافية المهمة والمتوقع في امتحان الشهادة العددية الدور التاني طيب ناخد السؤال التاني جديد السؤال ده سؤال مفاهيم احنا عارفين طبعا عندنا مجموعة من المصطلحات الجغرافية لازم نبقى حافظينهم كويس علشان السؤال ده ممكن يجي لنا في الصورة اللي احنا هنشوفها السؤال بيقول لنا ايه اكتب المفهوم او المصطلح الذي تعبر عنه العبارات الاتية يبقى معايا مجموعة من العبارات عايز اشوف العبارة دي بتعبر عن أنه المصطلح اه زراعة الارض بشكل مكسف لاشباه حاجة السكان المحليين من الغذاء ده النوع ده من الزراعة احنا خدنا ثلاث انواع من الزراعة يا أولاد خدنا الزراعة البسيطة او البدائية وخدنا الزراعة الكسيفة وخدنا الزراعة العلمية التجارية اللي هي الزراعة الوسعة طب يا ترى أنهي نوع بينطبق عليه هذا التعريف زراعة الارض بشكل مكسف حتى من الاسم كده لما أقول زراعة الأرض بشكل مكسف يبقى على طول زراعة كسيفة هذا النوع من الزراعة بيتميز بصغر مساحة الحقول أو صغر مساحة الملكية الزراعية مما يصعب استخدام الآلات والميكانة طيب عبارة عن نباتات كانت موجودة منذ ملايين السنين نباتات موجودة من ملايين السنين طيب النباتات دي اللي حصل لها انطمرت تحت التكوينات الصخرية ونتيجة وجود حرارة وضغط تحولت هذه النباتات إلى مادة كربونية سوداء يا ترى المادة الكربونية السوداء دي هي ايه طبعا على طول من غير ما فكر الفحم دي الفحم ده الفحم الحجري الفحم الحجري عبارة عن نباتات كانت موجودة منذ ملايين السنين انطمرت تحت التكوينات الصخرية ونتيجة وجود حرارة وضغط تفحمت وتحولت إلى مادة كربونية سوداء طيب هنا بقى هنقول العكس بقى تحلوا الكائنات عضوية يبقى كائنات عضوية كانت تعيش في البحار وتجمعت بكميات كبيرة ثم غطتها رواس بالطين والرمل احنا قلنا هناك نباتات يبقى فحمة على طول انما هنا كائنات عضوية يبقى على طول بترول البترول هو عبارة عن كائنات عضوية تحللت طيب استخراج المعادم ومصادر الطاقة زي مصادر الطاقة دي المعادم احنا عرفينا الحديد والنحاس والمنجنيز انما مصادر الطاقة دي ايه البترول والفحم والغاز الطبيعي دي كلها مصادر الطاقة عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض أو بالقرب من سطح الأرض العملية دي بسميها إيه؟ طبعا بسميها التعدين عملية التعدين وإحنا خدنا يا أولاد إن التعدين ده بيمر بعدة مراحل زي إيه المراحل دي؟ أنا عاوز كل الناس اللي بيشوفنا دلوقت تكتب الأسئلة دي يا أولاد مهمة جدا أول مرحلة التعدين هي مرحلة الكشف عن المعادن العلماء بياخدوا عينات من التربة وبيجروا عليها أبحاث وبيشوفوا باستخدام أجهزتهم هل التربة دي موجود فيها معدن ولا لأ؟ لو العينة إيجابية يعني ضلع فيها معدن يبقى إذن هذا المكان اللي خدنا منه العينة موجود فيه منجم فتبتد المرحلة التانية ايه هي المرحلة التانية؟ مرحلة تجهيز وإعداد المنجم طب إزاي أجهز المنجم؟ أول حاجة أعمل طرق برية أعمل السكة الحديدية أعمل مساكن للعاملين اللي هيشتغلوا في المنجم لأن طبعا المنجم دي ممكن ياخد سنوات يا أولاد على بال ما ينفذ الرصب بتاعه من المعدن فلازم يبقى العامل موجود باستمرار طب بعد ما أعمل مساكن وأعمل طرق السكة الحديدية تيجي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الاستخراج الانتاج أنتج يعني أخذ المعدن ده طب أخده أوديه فين؟ والله لو أنا دولة متقدمة أخذ المعدن ده على طول على المصانع بتاعتي وأصنعها طب يفرض أنا دولة نامية ما فيش إمكانية التصنيع يبقى المعدن ده أخده ووديه على طول على الميناء علشان أصدره يبقى مرحلة الكشف عن المعدن مرحلة إعداد المنجم للتعدين مرحلة الاستخراج والنقل والتوزيع دي مراحل التعدين يا أولاد طيب المصطلح اللي بعد كده طاقة لا ينتج عنها أي ملوثات للبيئة سواء ملوثات صلبة أو سائلة أو غازية واحد يقول لي طب يا مستر ممكن تقول لنا لو سمحت مصدر طاقة ينتج عنه ملوثات صلبة أقول له ما الفحم ما الفحم ده بينتج عنه ملوثات صلبة طب مصدر طاقة بينتج عنه ملوثات سائلة أقول له البترول ما هو البترول بينتج عنه تلوث طب مصدر طاقة بينتج عنه تلوث غازي الغاز الطبيعي واحد يقول لي لا يا مستر ده احنا الغاز الطبيعي ده خدناه إنه غير ملوث للبيئة لا الغاز الطبيعي اقل تلويسا للبيئة اذا قررناه بالفحمة او البترول ولكن هو برضو فيه جزء من التلوث تلوث غازي انما ايه المصدر اللي لا ينتج منه لا تلوث صلب ولا سائل ولا غازي على طول الطاقة الشمسية طاقة الرياح طاقة الامواج طب كل الحاجات دي بسميها ايه مع بعضها بسميها الطاقة النظيفة يبا هنا طاقة لا ينتج عنها ملوسات البيئة صلبة او سائلة او غازية على طول الطاقة النظيفة واحد يقول لي طب ممكن تقول لنا مثال اقول لك اه اقول لك كزا مثال طاقة الشمسية طاقة نظيفة طاقة الرياح طاقة نظيفة طاقة الامواج الماد والجزر طاقة نظيفة ده علامة صح او علامة خطأ سؤال مهم جدا جدا مع التصويب مفيش امتحان يا ولاد بيجي في كل المحافظات الا لما اقولك صح وغلط وصوب طب نشوف نمازج لكده سؤال بيقول لنا ايه تأتي العراق في المركز الاول في الانتاج العالمي من البترول اه واحد يقول لي ده ما احنا واحنا بنذاكر في الترميل الاول والتاني قلنا النسب والارقام دي مش مقررة ايوه وانا بقول لكم النسب والارقام مش مقررة ما نحفظ ارقام بس لازم نعرف ترتيب الدول تمام لازم اعرف الدولة الاولى ايه والدولة التانية ايه وهكذا وبرضو القرات يبقى هنا تأتي العراق في المركز الاول في الانتاج العالمي من البترول لا ده انا اخدت غير كده وخالص ده انا اخدت ان السعودية هي تأتي في المركز الاول تتقدم دول العالم في انتاج البترول يبقى الاجابة دي صح ولا غلط طبعا الاجابة غلط لان المملكة العربية السعودية دي دولة عربية طبعا شقيقة هي الاولى على الاطلاق في انتاج البترول في العالم من اهم المناطق الصناعية في اقليم روسيا واوكرانيا جزيرة هنشو واحد يقول لي ده جزيرة هنشو دي انا فاكر ان انا خدتها في الترمي التاني وموجودة تبع الجزر اليابانية اقول له اه فعلا جزيرة هنشو دي موجودة تبع الجزر اليابانية يبقى هل معقولة ان جزيرة تبع اليابان باعتبرها ضمن اقليم روسيا واوكرانيا لا طبعا ده اقليم روسيا واوكرانيا دي موجود في دولتين دولة روسيا ودولة اوكرانيا طب ما الجزيرة هنشو دي موجودة فين جزيرة هنشو يا جزيرة يابانية وتقع ضمن اقليم شرق اسيا الصناعي يبقى الاجابة هنا طبعا هتبقى غلط من اهم المناطق الصناعية في اقليم شرق اسيا هشيل كلمة اقليم روسيا وحط اقليم شرق اسيا جزيرة هنشو من الدول المنتجة للكهرباء المائية مصر قال لا طب مصر بتنتي الكهرباء مائية طب ما احنا كلنا يا ولاد عارفين ان السد العالي اللي عملته السورة ده خدناه في التاريخ خلي بالكم جزء ده لما قلنا من انجازات السورة الاقتصادية انجاز مشروع السد العالي طب السد العالي ده اقفدنا احنا كمصريين ده السد العالي غير حياتنا ازاي السد العالي ولد لنا طاقة كهرومائية هائلة ايدينا عن طريق طاقة الكهرومائية دي نعمل مصنع للألمونيوم في ناجة حمدي السد العالي حمانة من الفيضانات اللي كانت بتيجي سنويا تقريبا وكانت بسبب دمار وخسائر للمحاصيل الزراعية ايضا حمانة من خطر الجفاف لاننا عندنا مخزون خلف السد العالي يبقى السد العالي فويده توليد طاقة كهرومائية حماية مصر من خطر الفيضان والجفاف ايضا تخزين المياه يبقى هنا من الدول المنتجة للكهرباء المائية مصر يبقى ايجابتنا هتكون صحيحة طبعا مفيش اي مشكلة مصر اهم الدول العربية التي تقوم بتوليد الطاقة من الرياح احنا في مصر هنا عندنا كهرباء من الرياح واحد يقول لي انا درست دي في الترمي التاني اقول له فعلا درسنا في الترمي التاني وعرفنا ان مصر تتقدم كل الدول العربية في انتاج طاقة الرياح واحد يقول لي يا مستر احنا خدنا في دولة فرنسا في دولة المانيا اسف ان المانيا هي اللي بتمول محقات الكهرباء المولدة من الرياح في مصر اقول له فعلا المانيا هي التي تقوم بتمويل محطات الكهرباء المولدة من الرياح في مصر طيب يبقى الإجابة هنا طبعا صحيحة مصر أهم دولة عربية تولد الطاقة الكهربائية من الرياح السؤال بعد كده بيقولك ايه تعد قرية أسيا أكبر قرية العالم انتاجا للأمح والأطن أفكر شوية كده ألاقي أن أسيا في الأمح آه هي الأولى في الأمح فعلا لا فيها الصين الصين هي أكبر دول العالم انتاجا للأمح طب الأطن يا ترى أسيا الأولى في الأطن على طول طبعا أفكر أقول آه ده أسيا فعلا الأولى في الأطن برضه يبقى الإجابة صح آه الإجابة صح طبعا لأن أسيا هي أكبر قرية العالم انتاجا للأمح والأطن تعتبر الهند أكبر دولة في العالم في انتاج اللحوم وحيفكر كده يقول لي اه فعلا يا مستر احنا خدنا ان دولة الهندي دي عندهم اكبر عدد من رؤوس الابقار في العالم يبقى هي اكبر دولة في انتاج اللحوم اقول له لا غلط الهندي فيها ابقار وفيها ابقار ادى افريقيا يعني الهندي الوحدها كدولة عدد الابقار اللي فيها تقريبا ادى قارة افريقيا كلها طب ازاي عندها العدد الكبير من الابقار ده وفي نفس الوقت مش هي اكبر دولة في انتاج اللحوم اقول له عشان هناك في الهند في ديانة اسمها الديانة الهندوسية ايه الديانة الهندوسية دي ديانة تحرم اكل وزبح الابقار معظم الهنود يدنون بهذه الديانة الهندوسية فعندهم البقرة مقدسة لا يستطيعون زبح الابقار او حتى الاستفادة منها اقتصادية عشان كده الابقار ياولاد ملاش اي اهمية في الهند اقتصاديا عندهم لها اهمية دينية بس بيعبودوا الابقار اللي هما الهندوس انما لها اهمية اقتصادية لا لا تسبح الابقار في الهند عشان كده مقدرش اقول الهند هي اولى دول العالم في انتاج الابقار في انتاج اللحوم طب واحد يقوللي من اكبر دولة في انتاج اللحوم واحد يقول لي هي صين بتنتك كتير اقول له بتنتك 43 مليون طن من اللحوم حسب إحصائيات الأمم المتحدة عن 2008 واحد يقول لي طب 43 مليون طن كلهم لحوم خنازير اقول له لا 38 مليون طن بس لحوم خنازير والباقي الجزء الليل لحوم حيوانات أخرى تعتبر شيلي أكبر دولة في العالم تصديرا للأسماك أهم حاجة أعرف شيلي دي موجودة فين آه أبص على الخريطة على طول ألاقي عيني بتروح على أمريكا الجنوبية وبتروح عند جبال الانديزل لسه أخدها من شوية وألاقي شيلي موجودة هناك طب شيلي دي أكبر دولة بتصدر أسماك طبعا غلط لأن أكبر دولة منتجة ومصدرة هي الصين الصين هي أكبر دولة في العالم إنتاجا للأسماك وتصديرا للأسماك واحد يقول لي ده شيلي دي احنا أخدناها في حاجة قبل كده مهمة جدا تعتبر الأولى في إنتاج إيه آه أرجع بقى بالزاكرة شوية للموضوع التعدين ومصادر الطاقة أفتكر إن شيلي دي هي أكبر دولة في العالم إنتاجا للنحس تشتهر أستراليا بأجود أنواع الصوف في العالم طبعا لأول مرة كده هقول لأ ده أكبر دولة في الأغنام هي الصين يبقى الصين بتمتك صوف أقول له غلط أكبر دولة في الأغنام الصين تمام مفيش مشكلة إنما في الصوف أستراليا طب إزاي يا مستر إزاي تكون الصين هي الأولى في الأغنام وفي نفس الوقت مش هي الأولى في الصين لأن هنا نوعية الحيوان اللي بتربيه أستراليا بينتك كمية من الصوف أكتر وأكثر جودة اللي هو أغنام المارينو أستراليا بتربي أغنام المارينو يا أولاد معروفة أغنام المارينو دي هي أفضل أغنام في العالم بتدينا أفضل صوف علشان كده لما أقول أولى الدول في الأغنام أقول الصين ليه الصين عشان وفرت الحشائش هناك طب لما أقول الأولى في الصوف يبقى على طول استراليا طب ليه استراليا في الصوف لوجود أغنام المارينو يبقى هنا الإجابة صحيحة 100% تعتبر البرازيل أكبر دول العالم في إنتاج الفح لا البرازيل بتنتج الفح ده أنا فاكر أن الهند كانت بتنتج الفح وفاكر أن الولايات المتحدة الأمريكية بتنتج الفح البرازيل دي أكبر دولة في العالم في إنتاج الفح ما أقول له غلط زي ما ظاهر قدامنا على الشاشة الصين تحتل الصين المركز الأول في العالم إنتاجا للفحم الفحم دي يعتبر من مصادر الطاقة غير المتجددة إنما البرازيل دي ما لهاش علاقة بالفحم عندنا في المنهج تنتج نيجيريا كميات كبيرة من الفحم من المنطقة الشرقية أركز نيجيريا عندهم فحم ده أنا فاكر أن نيجيريا دي عندهم بترول في الجساح للجنوب الشارقي طيب نيجيريا دي بتنتج معادن تانية عندهم القصدير من هذا بتجوس طيب الفحم هناك لا طبعا ده عندنا البترول هو اللي موجود في المنطقة الشرقية أو الجنوبية الشرقية بالقرب من الساحل يبقى نيجيريا هنا بتنتج كمية من البترول واحد يقول لي طب كم في المية إنتاج نيجيريا من البترول ثلاثة في المية هي ثلاثة في المية دي قليلة لا طبعا ثلاثة في المية بالنسبة لدولة تعتبر كبيرة إنتاج كبير برضو مش قليل سؤال دايما الطلبة بتقول السؤال ده صعب علي ما عرفش حلو رغم أن السؤال ده سهل جدا 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 واتدربنا عليه كتير جدا قبل كده في مدرسة على الهوى هنا بس احنا اخترنا مجموعة من الأسئلة اللي ان شاء الله هتلاقوها في ورقة الامتحان بتاع دولة الدولة التانية طيب نشوف نموذج من الأسئلة دي بيقولك تتعدد أشكال مصادر الطاقة في العالم إيه دليلك على كده أنا عاوز دليل إن أشكال الطاقة كتير في العالم أقول له آه ده في طاقة على شكل صلب زي الفحم في طاقة على شكل سائل زي البترول في طاقة على شكل غاز زي الغاز الطبيعي والفحم والبترول والغاز الطبيعي دولة يا أولاد بقول عليهم مصادر طاقة غير متجددة ليه غير متجددة لأنها بتنتهي وتنفذ مع الاستخدام طيب فيه مصادر طاقة تانية آه فيه مصادر طاقة زي الطاقة النووية هي الطاقة النووية دي آه فيه كهرباء اسمها الكهرباء النووية بولدها من محطات كهرباء تعمل بالطاقة النووية السلمية ومصر إن شاء الله في طريقها يا أولاد اللي عمل هذا النوع من الطاقة فيه طاقة تانية آه طاقة الرياح والطاقة الشمسية وعندنا كمان طاقة المد والجزر طاقة الأمواج دي كلها مصادر للطاقة يبقى إذن دليلي على أن مصادر الطاقة متعددة هقول له كل أنواع مصادر الطاقة سواء مصادر طاقة غير نظيفة ملوثة البيئة زي الفحم البترول والغاز الطبيعي مصادر طاقة نظيفة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح دلل على أن صناعة الألمونيوم تحتاج عدة مقومات أنا عشان أصنع ألمونيوم لازم يبقى عندي إيه لازم يبقى عندي طاقة كهربائية هائلة أصلا ما ينفعش أبدا أنتج ألمونيوم من غير كهرباء لأن درسنا في العلوم يا أولاد أن البوكسايت وهو خام الألمونيوم يتم تعريضه لتيار كهربي قوي جدا لتحدث عملية التحلل ينفصل ألمونيوم عن الشوائب عشان كده لازم فيه مقومات زي الطاقة الكهربائية لازم وجود خبرة فنية وعلمية متطورة ولازم تبقى السوق محلية وخارجية تستوعب الإنتاج واحد يقول لي يا ميستر طب العوامل دي موجودة في الدول النامية المنتجة للبوكسايت ما احنا عارفين أن ما فيش حاجة اسمها ألمونيوم في الطبيعة يا أولاد في الطبيعة فيه معدن فيه خام اسمه خام البوكسايت باخده البوكسايت ده وبدكله مصنع الألمونيوم وبعرضه لتيار كهربائي بطرق معينة طبعا وينتج الألمونيوم عشان كده الدول النامية ما عندهاش صناعة ألمونيوم ليه؟ لأن ما عندهمش طاقة كهربائية كتيرة طاقة الكهربائية عندهم محدودة ما عندهمش خبرة فنية وعلمية حتى السوق بتاعتهم سوق ديئة لا احنا عاوزين سوق واسع واحد يقول لي طب مين أكبر دولة بتنتج ألمونيوم؟ استراليا؟ أقول له لا استراليا بتنتج بوكسايت استراليا هي الأولى في البوكسايت هو في فرق بين البوكسايد والألمونيوم طبعا في فرق ده البوكسايد ده هو الخام إنما الألمونيوم ده هو المنتج النهائي الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دول العالم انتاجا للألمونيوم أقول له طبعا في خبرة فنية وعلمية في طاقة كهربائية هائلة في سوق داخل الولايات المتحدة الأمريكية وسوق خارج الولايات المتحدة الأمريكية حيش تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير الألمنيوم إلى معظم دول العالم طيب السؤال بعد كده تسهم دول الخليج العربي بنصيب كبير في سوق البترول والغاز الطبيعي في العالم ايه دليلك على كده احنا عارفين ان اكبر دولة منتجة للبترول هي السعودية طيب تمام السعودية دي بنعتبرها تابع دول الخليج اه طبعا تابع دول الخليج لأنه ابتقى على الخليج العربي طالما السعودية معانا ومعانا قطر والإمارات والبحرين دي كلها دول خليجية يا أولاد طب الدول دي منتجة للبترول طبعا منتجة للبترول وبتسهم بنصيب كبير جدا في البترول الغاز الطبيعي ليه؟ ده بتسهم ب47% قال له 47% آه يعني تقريبا دخلنا على نص التجارة الدولية مص التجارة الدولية بتسهم بها دول خليج العربي سواء للبترول أو الغاز الطبيعي معانا دلل على أن العالم توسع في استخدام الغاز الطبيعي هقول آه لأننا استخدمنا الغاز الطبيعي في المنازل استخدامات المنزلية ومعظمنا دلوقتي في مصر هنا عندنا غاز طبيعي في بيتنا لأن طبعا الحمد لله كل يوم التالي بنكتشف حقول للغاز الطبيعي في مصر فبدأ الغاز الطبيعي ده يدخل معظم المنازل يبقى إذن بنستخدمه في الاستخدامات المنزلية بنولد طاقة كهربائية طب إزاي يولد طاقة كهربائية من الغاز الطبيعي ما بشغل به محطات الكهرباء طب الكهرباء هنا اسمها كهرباء إيه؟ اسمها كهرباء حرارية لأنها نتجة من الغاز الطبيعي باستخدمه كمان كوقود للسيارات بدل البنزين ليه باستخدمه بدل البنزين؟ لأنه هو أقل تلويسا للبيئة طبعا يبقى باستخدمه في استخدامات المنزلية في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدمه كواديل للبنزين كوقود للسيارات للحد من تلوس البيئة هنا واحد يقول لي طب يا مستر لو جلنا سؤال بما تفسر بقى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في فرق بينه وبندلل طبعا في فرق كبير جدا إزاي؟ لو قال لي بما تفسر توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي هقوله بسبب أنه أقل تلويسا للبيئة اتنين سهل النقل ثلاثة رخيص السعر يبقى دي الأسباب اللي بتكليني باستخدم الغاز الطبيعي بصورة كبيرة إنما لما أقولك هاتلي دليل إن احنا باستخدم الغاز الطبيعي على نطاق واسع أقول له باستخدمه في المنازل في محطات توريد الكهرباء باستخدمه كمان أيضا كوقود للسيارات بدلا من البنزين يمكن إحنا اللحظ يا أولاد إن بعض السيارات بيبقى فيها استوانة ورق خالص كده الاستوانة دي في ناس ما تعرفش هي بتاعت إيه هي دي غاز طبيعا الوقود بتاعت السيارة طيب وجود علاقات اقتصادية بين مصر ونيجيريا احنا درسنا دول كتير السنة دي درسنا نيجيريا الولايات المتحدة الأمريكية درسنا ألمانيا درسنا الهند درسنا البرازيل طيب في علاقات بين مصر ومن الدول دي ده علاقات كتير جدا مصر الحمد لله علاقتنا بكل الدول الإفريقية ودول العالم علاقة جيدة جدا مصر دولة إفريقية مصر هي المدخل الشمال الشرق الإفريقية مصر هي نقطة الارتكاز لقارة إفريقيا زي ما مصر هي نقطة الارتكاز للعالم العربي طبعا نعتبر احنا كمصريين أو مصر كدولة تعتبر مصر هي أكبر دولة إفريقية على الإطلاق ولذلك احنا علاقتنا بالدولة الإفريقية علاقة متميزة لنا دور في كل القضايا الإفريقية وخذنا في التاريخ أن مصر أسهمت بدور كبير جدا جدا سنة 1964 في تأسيس منظمة الاتحاد الأفريقي ورأسنا منظمة الاتحاد الأفريقي مرتين تقديرا لدور مصر ده في علاقات بيننا وبين ناجيريا هنشوف العلاقات بيننا وبين ناجيريا ده مصر بصدر لنيجيريا أسمدة معدات تقيلة أسلاك نحاس إطارات ومواسير الألمونيوم يبقى هنا في علاقة اقتصادية احنا بنصدر لهم وبنستورد منهم يا ترى بنستورد منهم إيه والله الصادرات يا أولاد بتنحصر في الحبوب وخاصة للحبوب الزيتية يبقى احنا بناخد منهم حبوب زيتية بس بنديهم أسمدة معدات تقيلة أسلاك نحاس إطارات مواسير ألمونيوم طب واحد يقول لي طب إيه العلاقة بيننا وبين ألمانيا فيه علاقة بيننا وبين ألمانيا ظلما قلنا على علاقات المصرية مع الدول الثانية ده ألمانيا دي دولة أوروبية فيه بيننا بينهم آه ده علاقة وقيدة بيننا وبين ألمانيا زي إيه؟ أولا عندنا علاقة علمية بمصر وألمانيا زي هيئة التبادل لعلم الألمانية معهد الأسر الألماني الجامعة الألمانية في القاهرة تمام دي علاقات علمية طب فيه علاقات اقتصادية آه ده احنا بنصدر لهم بترول وغاز طبيعي وملابس احنا بنصدر ملابس لألمانيا آه بنصدر طبعا ده احنا عندنا أجود أنواع الأطن في العالم طب بنستورد منهم إيه؟ آلات وسيارات وصناعات كيميائية هي العلاقة اللي بيننا بس؟ لا وكمان ألمانيا يا أولاد بتمول لنا محطات توليد الكهرباء من الرياح في مصر إذن علاقة مصر ولله الحمد متميزة مع كل دول العالم موجود علاقات قوية بين مصر وألمانيا هو السؤال اللي أنا قلته هو قادل الإجابة بتاعته بالتفصيلة هي علاقات ثقافية وعلمية من خلالها هي تتبادل العلم الألمانية والجامعة الألمانية بالقيرة ومعهد الآثار الألماني هنا علاقات ثقافية وعلمية علاقات اقتصادية تمويل ألمانيا محطات توليد الكهرباء من الرياح في مصر مصر بصدر لألمانيا بترول وغسط طبيعي وتستورد صناعات كيموية وآلات وسيارات يبقى إذن بإعلاقة مصر بألمانيا وإعلاقة مصر بنيجيريا قاعد كتابة العبارات الأتية بعد تصويب ما تحته خط سؤال محتاج تركيز مني برضو لإني مطلوب إن أنا أشيل الكلمة القطأ وحط الكلمة الصحيحة طب نشوف نموذج لكده تنتشر الزراعة البسيطة في المناطق البردة وحطط لي تحت كلمة البردة خط طب يا ترى الزراعة البسيطة دي تنتشر فين؟ أو على طول من غير ما أفكر أشيل البردة وحط المناطق الحارة سامى واحد يقول لي طب يا مستر إحنا في آخر السنة أو في إجابة الامتحان ده لو جلنا سؤال زي كده أكتب الكلمة وحدها ولا أكتب الجملة كلها؟ لا نكتب الجملة كلها نكتب الجملة كلها تنتشر الزراعة البسيطة في المناطق الحارة طيب ممكن هنكمل أسئلتنا أسئلة المراجعة بس هاخد فاصل صغير وأرجع لكم أهلا بكم أعزائي طالبات وطالبات الشهادة الإعدادية وهنبدأ في مراجعة التاريخ لامتحان الدور التاني طبعا السؤال أسئلة التاريخ بتيجي سهلة جدا ومباشرة يا أولاد بس محتاجة من لنا نحن نفكر قبل ما نجود طب هناخد أول سؤال دايما بيجي وهو سؤال التفسير السؤال بيقول لنا بما تفسر ضعف وتدهور دولة المماليك اه احنا خدنا دولة المماليك دي اه اخدنا دولة المماليك طب دولة المماليك دي كانت دولة قوية طبعا كانت دولة قوية طب ليه كانت دولة المماليك قوية كانت دولة قوية لأن كل التجار الأوروبيين الذين كانوا يعبرون بتجارتهم إلى بلاد المشرق لا بد من اجتياز مصر والشام عشان التاجر الأوروبي يروح إلى الهند والصين أو إلى بلاد الشرق لازم يعد على مصر والشام لأن مصر والشام أقرى بالطريق إلى بلاد الشرق القديم قال له طب مصر والشام دي تابع أنه دولة ده مصر والشام دي تابع دولة المماليك يبقى هنا دولة المماليك هتاخد من التجار الأوروبيين هتاخد منهم رسوم وجمالك نظير السمح لهم بالمرور عبر أراضي مصر والشام إلى بلاد الشرق طب دولة المماليك ضعفت لأن فيها أولاد جماعة اسمهم البرتغاليين دولة اسمها البرتغال احنا عارفنا دي موجودة في أوروبا في غرب أوروبا البرتغاليين دول كانوا مشهورين بركوب البحر استطاع البرتغاليين أن يجدوا طريق للتجارة يمر بعيدا عن مصر والشام بعيدا عن دولة المماليك هذا الطريق هو طريق رأس الرجاء الصالح الذي تم اكتشافه في عام 1498 ونتيجة اكتشاف هذا الطريق تحولت التجارة التي كانت تمر بدولة المماليك إلى هذا الطريق مما أدى إلى ضعفها وتدهورها يبقى إذن لما قلنا تدهور دولة المماليك أو ضعفها هقول له اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح سنة 1498 ده أهم وأول سبب طيب واحد يقول لي ليه أهم سبب؟ يا أولاد الاقتصاد في أي دولة هو أهم من أي عنصر آخر لقيام الدولة لما الاقتصاد يبقى قوي الدولة هتبقى قوية في كل شيء الاقتصاد لو انهار هتنهار الدول احنا شوفنا دول كتير جدا جدا على مر التاريخ في دراستنا انهارت نتيجة الانهيار الاقتصادي علشان كده البرتغاليين لما اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح اتحرمت دولة المماليك من الأموال الرسوم والجمالك اللي كانوا بياخدوها من الأوروبيين فتدهورت دولة المماليك اقتصاديا مما أدى إلى تدهورها العسكري في أسباب تانية زي اضطراب الأمن وهو اضطراب الأمن ده يؤدي إلى تدهور الدول الأمن شيء مهم جدا يا أولاد الأمن والاقتصاد شيء مهم جدا لأي دولة التطاحن المستمر بين المماليك آه أمراء المماليك كانوا دائما في صراع على السلطة والحكم وكمان الفتن والثورات الداخلية طبعا دولة المماليك كانت مليئة بالفتن والثورات الداخلية هذه الدولة المليئة بالفتن والثورات الداخلية والتي تعج بالتطاحن بين أمراء المماليك والتي ينعدم فيها الأمن والتي تعاني من تدهور اقتصادي كل الأسباب دي خلت دولة المماليك ضعفة اقتصاديا وعسكريا وانهارت أمام الغزو العثماني سوء العلاقة بين المماليك والعثمانين في أوائل القرن الستداشر هي العلاقة بينهم كانت علاقة جيدة أيوة كانت علاقة جيدة بس ساءت العلاقة واحد يقول لي السؤال دي مش موجود في لا بس موجود في التدريبات لو عشان كده احنا حرصنا ان احنا نجيب اسئلة التدريبات طبعا عشان الهاربين من السلطان العثماني كانوا بيلجأوا المصر وايضا السلطان الغوري رفض مساعدة العثمانين ابقى العثمانين على المماليك في ادارة الاقاليم نحن خدنا من شوية ان العثمانيين دول اضوا على المماليك ازاي خلوهم يمسكوا ادارة الاقاليم طبعا لخبرتهم الطويلة في تنظيم شؤون البلد تدور الصناعة في مصر في العثماني صناعة دهورت بسبب التدهور الزراعي ارسال السلطان سليم الاول الصناع المهر المصريين الى عاصمة الدولة العثمانية سليم الاول يا اولاد ده لما غزى مصر اول حاجة عملها انه جمع اعظم وافضل الصناع المصريين وبعاتوا من العاصمة بتاعته طب ده من حقه يعمل كده هنا سؤال هنا اسأله بقى ما رأيك سؤال ما رأيك دي سؤال من ضمن اسئلك الامتحان في الدراسات الاجتماعية سؤال مضمون ايه رأيك في العمل وسليم الاول هل من حقه ان ياخد الصناع بتوعنا والدوم القسطنطينية والاسيتانة بتاعته علشان يعلموا الناس هناك وصول الصنعة ويسيب نحنا هنا في مصر من غير صناع مهرة هل من حقه يعمل كده لا طبعا مش من حقه ازاي ياخد امهر الصناع عندنا عشان يفيد دولته ويخلي الصناع عندنا هنا متأخرة ومدهورة فلو جلنا السؤال دي ما رأيك اول طبعا ارى ان ما قام به سليم الاول من اخزيه للصناع المصريين للعاصمة العثمانية ليستفيد منهم ارى ان هذا التصرف تصرف غير مقبول ومرفوض مش غير مقبول كمان مرفوض على الاطلاق لانه كان الواجب عليه ان لو عاوز يستفيد مننا احنا كمصريين يعمل ايه يجيب الصناع بتوعه عندنا هنا يتدربوا على ايد الصناع المصريين ما فيش اي مشكلة فيها دي يعني ياخدوا خبرتنا انما ياخد الصناع بتوعنا اللي كانت تعتبر الصناع المصرية في الوقت ده من افضل الصناعات اللي في العالم كان مصر لها باع طويل جدا وشهرة كبيرة جدا جدا في الصناع ياخدوا الصناعية او الصناع المهرة عشان هو يفيد دولته ويدهور دولتنا طبعا هذا الاجراء مرفوض جملة وتفصيلة طيب سؤالي بعد كده الحملة الفرنسية على مصر ايه اسبابها موقع مصر الاستراتيجي بين الشرق والغرب ما احنا عارفين ان مصر دي بتقع في قلب العالم القديم وفي وسط قرات العالم فرنسا فكرت في انها تحتل مصر عشان موقع مصر الاستراتيجي بين الشرق والغرب علشان فرنسا تعوض كمان المستعمرات اللي فقدتها في الشرق ده فرنسا فقدت مستعمرات في الشرق ازاي انجلترا هزمت فرنسا وبعد ما انجلترا هزمت فرنسا خدت منها الهند الهند دي اساسا كانت مستعمرة فرنسية ولكن استطاع الانجليز ان يهزموا فرنسا وان يستولوا على مستعمرة الهند اللي موجودة في الشرق ففرنسا فكرت انها تحتل لمصر علشان تعوض ما فقدتهم المستعمرات في الشرق كمان علشان تستغل موارد مصر المادية والبشرية طبعا مصر بلد مليئة بالخيرات فرنسا تد تدرك تماما ان مصر مليئة بالخيرات عشان كده جات عشان تستغل لنا قطع الطريق بين انجلترا والهند لان احنا لسه قيلين من شوية ان انجلترا خدت الهند من فرنسا ففرنسا فكرت انها لو احتلت مصر هتقطع الطريق بين انجلترا وبين الهند فشل اتفاقية العريش واحد يفكر يقول لي الله اتفاقية العريش دي كانت بين طرفين من هم الطرفين دول اتفاقية العريش كانت بين الدولة العثمانية وبين الفرنسيين طب الفرنسيين مين كان موجود في الفترة دي نابليون لا نابليون كان مشي اولاد خلاص بعد موقع ابي قير البرية غادر نابليون مصر سرا الى فرنسا مال مين اللي تفاوض مع العثمانيين الجنرال كليبر كليبر كان بيؤمن تماما ان هذه الحملة الفرنسية لا يمكن بقاها ولا يمكن استمرارها في مصر طب ليه يا كليبر ليه كليبر انت خدت الموقف ده ليه كليبر فكرت انك تمشي من مصر كليبر ياولاد كان راجل عائل بصراحة من وجهة نظر واكيد من وجهة نظر ناس كتير جدا كليبر شاف ان الجيش الفرنسي بيتناقص يوم بعد يوم نتيجة الحروب اللي خدتها الحملة الفرنسية جوه مصر وبره مصر في الشام كليبر شاف ان السلطان العثماني مش ساكد ده السلطان العثماني كل يوم التاني يبعد حملة كان اخرهم حملة العريش ودميار كمان كليبر شاف ان المصريين بدأوا يعملوا سوارات تانية في شرق وغرب الدلتا ده كليبر ده بصراحة معها ياولاد شاف ان الحملة دي فشلت خالص ده طلبة كليبر كان متأكد ان الحملة فشلت هيستمر في الفشل ولا يحاول انقاذ ما يمكن انقاذه ويرجع بلده كليبر فكر ياولاد انه يرجع فعلا في فرنسا وكان بصراحة صادق في نيته عشان كده كليبر قال للدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر قال لها ايه قال لها انا عاوز اتفاوض معكم عاوز اخرج من مصر قال لهم بس معلش انا ما عندي السفن علشان الانجليز دمروا الاسطول بتاعي في موقعة ابيقير البحرية سنة 1798 هرجع ازاي دهنا لازم نقسطول لازم نسفن كليبر قعد مع رئيس وزراء الدولة العثمانية كنا بنسميه الصدر الاعظم قعدوا في مدينة العريش واتفاوضوا مع بعضيهم وعملوا اتفاقية اسمها اتفاقية العريش او معهد العريش سنة 1800 طب اتفقوا على ايه فيها الاتفاقية دي اتفقوا على ان الدولة العثمانية تقوم بتجهيز مجموعة سفن لنقل جنود فرنسا جنود الحملة الفرنسية بكل المعدات بتاعتهم بكل الاسلحة بتاعتهم علشان يرجعوا فرنسا والدولة العثمانية وفقت على كده وبدأ كليبر ياولاد ينفذ الاتفاقية وبدأ العثمانيين ينفذوا الاتفاقية ولكن انجلترا في اللحظة دي تدخلت وصممت على ان هذه الاتفاقية لن تتم الا بشروط انجلترا طب انجلترا عايزة ايه انجلترا قالت لكليبر قالت لو عاوز تخرج من مصر بالحملة بتاعتك هتخرج بس على سفن انجليزية ومش كده وبس ده انت هتخرج على سفن انجليزية انت والجنود بتوعك وهتسلم السلاح بتاعك لقائد الاسطول الانجليزي وهتخرج كأسرى حرب كأنكم أسرى في حرب كليبر القائد العسكري العظيم يعتبر كليبر ياولاد من اعظم قادة فرنسا هيرضى ان هو يخرج مهزوم وهيخرج بالطريقة اللي فيها نوع من اهدار الكرامة لدولة فرنسا اللي كانت في اللحظة في الوقت ده من اعظم دول العالم طبعا كليبر رفض قال لهم مش ممكن على جو سيتي مستحيل ان احنا نخرج بالشكل ده من مصر احنا لازم نخرج بكرامتنا علشان كده كليبر صمم على الانتقام وبدأ يهاجم العثمانيين اللي بدأ يدخلوا مصر من ناحية الشرق وطردهم لحد ما خرجهم من مصر مرة تانية يبا لو جلنا السؤال ده قال لنا فشل اتفاقية العريشة أو ليه بسبب معرضة انجلترا او رفض الحكومة البريطانية الاتفاق وطلبة استسلام الجيش الفرنسي طبعا فرفض كليبر هذا الامر فشل المماليك في السيدارة على مصر بعد جلاء الحملة الفرنسية هو بعد ما الحملة الفرنسية مشيت من مصر مين اللي اتصار على الحكم تلاتة ياولاد تلات قوة من هما التلاتة دول الانجليز اللي دخلوا مصر سنة 1801 قال بحجة انهم يطردوا الفرنسيين الانجليز دخلوا 1801 مع الجيش العثماني وفعلا طردوا الفرنسيين من مصر طيب انت يا انجلترا دخلت خلاص وطردت الفرنسيين مش المفروض بعد ما حققت المهمة بتاعتك تاخد الجيش بتاعك وتمشي لا دانجلترا قعدت في مصر وصممت انها تقعد في مصر قال لا دانجلترا صممت انها تقعد في مصر علشان عارفة ان مصر دي هي مفتاحة طريق للهند وان بقاها في مصر مرتبط بالمصالح الاقتصادية الانجليزية يبقى الانجليز هما اول قوة كانت بتاتصر على الحكم في مصر بعد جلائل الحمد الفرنسية هما الانجليز بس لا دا الدولة العثمانية دا الدولة العثمانية دي هي صاحبة السيادة على مصر مصر ولاية عثمانية رغم ان الفرنسيين كانوا محتلين مصر ورغم ان الانجليز قاعدين في مصر بعد خروج الفلنسيين بس مصر ولاية عثمانية فالسلطان العثماني قال خلاص طالما الفلنسيين مشوا من مصر انا لازم اعيد بسط السيدارة بتاعت الدولة العثمانية على مصر طب هل الدولة العثمانية نجحة في كده هنشوف دلوقتي طب مين القوة التالتة الممالك الممالك طبعا كل حلمهم انهم هم يرجعوا دولتهم القديمة دولة الممالك في مصر مين اخد منهم الدولة دي العثمانيين لما فتحوا مصر لما غزوا مصر عندما غز العثمانيين مصر انهوا دولة الممالك يبال انجليز عايزين مصر عشان مصالحهم الاقتصادية العثمانيين عايزين مصر لان بيعتبروا ان مصر دي ولاية عثمانية الممالك عايزين مصر لانهم بيعتبروا ان مصر دي دولتهم قبل الانجليز وقبل العثمانيين طب يا ترى الانجليز نكحوا انهم يسيطروا على مصر لا الانجليز اتضر للخروج بعد ما عملت انجلترا مع فرنسا صلح اسم صلح اميان سنة 1802 خرج الانجليز من مصر سنة 1803 فالانجليز بعدوا عن الساحة طب المماليك قدروا سيطاروا على مصر ما قدروشي ليه لان المماليك دول مشكلتهم انهم كانوا منقسمين ما كانوش متحدين الوحدة ياولادش أساسي لقيام أي دولة علشان كده كان جزء من المماليك بيأيد رجوع العثمانين إلى مصر جزء تاني بيأيد رجوع العثمانين إلى مصر جزء تالت عايز مصر للمماليك انقسموا التلاتة فطبعا نتيجة انقسامهم أدى ذلك إلى عدم استطاعتهم السيطارة على مصر يبقى إذن فشل المماليك في السيطارة على مصر لأنهم انقسموا ولم يتفقوا حزب منهم يرى التعاوم مع بريطانيا ساعة عامة الألفي حزب يرى الاستنجاد بفرنسا حزب آخر يرى عودة الحكم الترك العثماني لمصر تطبيق محمد علي نظام الاحتكار واحد يقول لي نظام الاحتكار هو نظام الاحتكار دي غير نظام الالتزام اه طبعا ده نظام الالتزام دي ياولاد نظام فرضته الدولة العثمانية نظام الالتزام دي طبقته الدولة العثمانية طبقته امتى عندما بدأت الدولة العثمانية في الضعف طيب ايه نظام الالتزام ده نظام الالتزام ان يقوم شخص بنسميه الملتزم بجمع الضرائب والاموال المفروضة على الارض الزراعية بيجمعها ويبعثها للدولة العثمانية شخص اسمه الملتزم موجود في القرى اللي فيها ارض زراعية بيدفع الضرائب بتاعت الفلاحين للحكومة مقدما لو عندنا قرية مثلا عليها مثلا 100 جنيه مثلا يعني ضريبة يروح الملتزم ده يدفع 100 جنيه للحكومة العثمانية ويقوله متفضلوا 100 جنيه ويسوبوني انا بقى اجمع من الفلاحين براحتي بقى فهو دفع 100 جنيه للحكومة العثمانية هل هو هيجمعها من الفلاحين 100؟ لا ده هيجمعها من الفلاحين اضعاف اضعاف طب ليه سلطة؟ ده ممكن يسجن الفلاح المصري الملتزم ده ممكن كمان يجلده ممكن كمان يعدموا مفيش اي مشكلة عشان كده الفلاحين المصطين كانوا بيسيبوا الارض بتاعتهم ويهاجروا منها عشان كده الزراعة دهورت في العهد العثماني لما جاء محمد علي ما عجبوش النظام ده قال لك لا ده مصر بلد زراعي ده مصر فيها نهر النيل ده مصر فيها خيرات زراعية لا توصف انا هطبع نظام اسمه نظام الاحتكار هطبع نظام الاحتكار في الزراعة والتجارة والصناعة يعني نظام الاحتكار النظام الاحتكار معناه يا ولاد ان الحكومة الممثلة في محمد علي هي اللي تحدد نوع المنتج الزراعي اللي بنتجه الفلاح هي اللي تحدد نوع المنتج الصناعي اللي بنتجه الصانع وهي كمان اللي تحدد تمن المنتجات دي تمن شراءها وتمن بيعها في السوق سامى واحد يقول لي يا مستر ممكن تشرحلي ببساطة شوية اكتر من كده هشرحلك ببساطة كده وباسلوب بلدي شوية الحكومة العثمانية هتيجي تقول للفلاحين السنادي كل الفلاحين يزرعوا امح خلاص يبقى كل الفلاحين المصطين يزرعوا امح فيش حد يزرع حاجة تانية ممنوع وتيجي للصناع تقول للصناع مثلا لصناع مثلا الزجاج او لصناع الاخشاب انتوا هتصنعوا منتج معين بمواصفات معينة خلاص يبقى كل الصناع ينتجوا المنتج ده زي ما كل الفلاحين هينتجوا المنتج ده الامح مثلا بعد الفلاح ما ينتج والصانع يصنع تيجي الحكومة تحدد تمن الامح ده تقول للفلاح انا هشير كيلو الامح بجنيه خلاص يبقى ده سعر تشيري بالحكومة محمد علي ياخد كل الامح ده اللي زرعوا الفلاحين ويخزينوا في مخزين الدولة وياخد كل المنتجات الصناعية اللي انتجها الصناع ويخزينها في مخزين الدولة ويجي بعد كده محمد علي قوليه انا هبيع بالسعر اللي انا عاوزه انا كيل القمح اشتريته بجنيه لا انا هبيع كيل القمح دي بخمسة جنيه يبقى محمد علي هيبيع لمين محمد علي هيبيع للتجار الاجانب اللي موجودين جوا مصر وهيبيع للدول التانية باسمه مصر يبقى محمد علي هيبيع للتجار الاجانب داخل مصر وهيقوم بالتصدير باسم الحكومة المصرية يبقى محمد علي كده احتكر الزراعة واحتكر الصناعة واحتكر التجارة طب محمد علي طبق نظام الاحتكار ده علشان يضمن دخوله في سوق التجارة الدولية ويقدر ينافس الدول التانية يبقى الإجابة هنا ليضمن الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من دول العالم السؤال بعد كده ظهور البدو كطبقة اجتماعية مستقرة فعهد محمد علي احنا عارفين ان البدو يا ولاد كانوا من أسباب تدهور التجارة الداخلية في مصر قال له واحد يقول لي طب هي دخل البدو بالتجارة الداخلية ما هالبدو دول كانوا بيغيروا بيعملوا إغارات هجوم سطو على القوافل التجارية البدو دول كانوا بيقفوا في طرق التجارة بيهجوموا ويسطوا على أي قافلة تجارية فكانوا عاملين قلق جمد جدا جدا في التجارة الداخلية محمد علي قال لك لا هذا البدو دول انا لازم يشوف لهم حل فبدأ محمد علي يوطنهم يديهم أرض ويستقروا فيها فعلا زعماء البدو لما خدوا هذه الأراضي بدأوا يستقروا وتحولوا إلى حياة الاستقرار يبقى إذن محمد علي منح زعماء البدو أراضي واسعة بدأوا تدريجيا يدخلوا في حياة المدنية عقد معاهدة لندن 1840 معاهدة لندن معاهدة لندن دي حصلت 1840 يبقى الكلام دي أيام محمد علي ما احنا عارفين محمد علي وعارفين تاريخ محمد علي من 1805 يبقى 1840 دي تبع محمد علي آه تبع محمد علي طب المعاهدة دي كانت بين مين ومين بين الدول الأوروبية وبين السلطان العثماني طب إيه القصة بتاعت المعاهدة دي القصة دي مهمة جدا يا أument ودائما بتيجي في الامتحال محمد علي مده يساعد السلطان العثماني إحنا شفنا محمد علي يا أولاد لما ساعد السلطان العثماني في الحرب الوهابية ورجع الجزيرة العربية للسلطان شوفنا محمد علي لما السلطان طلب منه انه هو يساعده في حرب المورة حرب اليونان محمد علي بعث الجيش المصري بالقسطور المصري وقدر محمد علي بفضل الجيش المصري العظيم قدر محمد علي يا ولاد انه ينتصر في المورة ويسحق السوار في المورة ويرجع المورة للسلطان بس الكلام ده ما عجبش دول اوروبا ازاي محمد علي يعمل كده وازاي السلطان العثماني يعمل كده في المورة ده المورة دي قطعة من اوروبا فتدخلت الدول الاوروبية ضد محمد علي وضد السلطان العثماني وادرت الدول الاوروبية ان يتهزم محمد علي في موقعة نفرين البحرية واتدمر القسطول المصري تماما دول اوروبا بعد ما دمرت القسطول المصري قالت لمحمد علي هتنسحب من المورة بالجيش بتاعك ولا هنتدخل بريا ضدك محمد علي يولاد طبعا بلا شك تفاوض مع دول اوروبا وانسحب محمد علي من المورة دون اذن السلطان ده السلطان ده صاحب السيادة على محمد علي وعلى مصر كان المفروض ان الدول الاوروبية دي تروح لمحمد للسلطان وتتفاوض مع السلطان لان محمد علي ده تبع السلطان السلطان ده هو رئيس محمد علي طب ازاي الدول الاوروبية تضرب بالسلطان عرض الحائق السلطان ده ما لهوش لازمة وتروح لمحمد علي وتقول لمحمد علي احنا عاوزين نتفاوض معك يلا نسحب بجيشك من المورة محمد علي فعلا يسمع كلامهم ويعمل اتفاق ويخرج محمد علي من المورة بدون اذن السلطان محمد علي خرج من المورة بدون اذن السلطان فتوترت العلاقة بين محمد علي وبين السلطان السلطان يقول لمحمد علي ازاي تخرج من المورة بدون اذن محمد علي طبعا اكتسب سيقه كبيرة جدا بنفسه ده دول اوروبا بجلالة قدرها تفوضت معايا ملاحظتش للسلطان ولا اهتمت بالسلطان وانا عبرته يبقى السلطان كده مالوش لازمة يبقى انا ان شاء الله رب العالمين كده هاستقل عن السلطان ده لتفكير محمد علي محمد علي قالك انا هاستقل عن السلطان خلاص انا هاخد مصر والسلطان كان مديني كريت وهاخد الشام وهاستقل عن الدولة العثمانية دي خالص فبدأت تحصل بين محمد علي والسلطان حرب الشام الاولى والتانية طب مين اللي انتصر محمد علي والسلطان طبعا الجيش المصري بقيادة ابراهيم باشر بن محمد علي حقق انتصارات مذهلة ده وصلت الجيوش المصرية لحد اعالي نهر الفرات وكنا على ابواب ان احنا ندخل الاراضي التركية وكنا نستولع على ارض السلطان دول اوروبا لما لقيت محمد علي كده قال له ده محمد علي ده هيبقى قوة في الشرق ده محمد علي بالطريقة دي هيهدد مصالحنا لا محمد علي كده كفاية كده محمد علي ده هنقضي عليه دول اوروبا رحلوا السلطان العثماني وقالوا له شوف الشروط اللي انت عاوز تفرضها على محمد علي واحنا هننفذها بالقوة غصبا عن محمد علي فدول اوروبا عملوا مع السلطان العثماني معاهدة اسمها معاهدة لندن هذه المعاهدة كانت بين سلطان العثماني وبين دول اوروبا لتفرض دول اوروبا ويفرض السلطان ما يره من شروط على محمد علي طيب فعلا محمد علي نفذ الشروط هو في الحقيقة في البداية رفض ليه؟ محمد علي كان معتقد ان الانتصارات المزهلة اللي حقاها في الشام ضد السلطان ويقف فرنسا جنب محمد علي في البداية محمد علي اعتقد ان هو مركزه اقوى ولكن طبعا دول اوروبا تحالفت ضد محمد علي والحقوا به الهزائم فاتضر محمد علي غصبا عنه ان هو ينفذ شروط معاهدة لندن وكان اهمها اعادة الجزيرة العربية والشام للسلطان اعلام محمد علي خضوعه للسلطان العثماني انه تابع للسلطان فمحمد علي فعلا ياولاد رجع الشام والجزيرة العربية للسلطان محمد علي اعلن خضوعه للسلطان السلطان لما لقى محمد علي اعلن خضوعه ورجع له الجزيرة العربية والشام السلطان العثماني قال لمحمد علي خلاص انا هسبتك في حكم مصر وهتبقى مصر دي دولة ليك والاولادك من بعديك هخليها لك حكم وراسي وعمل فرامان اسمه فرامان 1841 بجعل وراسة العرش في اكبر ابناء محمد علي الزكور او في اكبر ابناء اسرة محمد علي الزكور سنة يبعا عقد معاهدة لندن بسبب انتصارات محمد علي وتهديده للسلطان العثماني وخوفا من ازدياد نفوذ محمد علي وقوته وما تمثله من خطر على التوازن الدولي وجه اسماعيل عدة حملات الى القليم الاستوائية اسماعيل ده اسماعيل دي جاء امتى بعد محمد علي لا ده احنا اخذنا بعد محمد علي مباشرة جاء ابن ابراهيم باشا سنة 1848 بس ابراهيم باشا اولاد قاعد عدة شهور زي ما احنا خذنا في المنهج بعد ابراهيم باشا جي مين جي عباس الاول عباس باشا الاول جيه بعد اسماعيل بعد ابراهيم مباشرة طب بعد عباس مين محمد سعيد ابن محمد علي طب بعد محمد سعيد مين اسماعيل اسماعيل دي ابن مين ده اسماعيل دي ابراهيم باشا يعني اسماعيل ده حفيد محمد علي من 1863 كله 1879 طب اسماعيل ده عمل حاجات كتير جدا ياولاد ده اسماعيل ده عمل نهضة زي محمد علي بالزبط هو محمد علي ده عمل نهضة ده محمد علي هو مؤسس مصر الحديثة طب إسماعيل ده عمل زي محمد علي طبعا إسماعيل ده يعتبر خليفة جده إسماعيل عمل نهضة كبيرة أوه في مصر يا أولاي طب إيه الفرق بين إسماعيل ومحمد علي محمد علي بصراحة وشهادة للتاريخ كلنا عارفنا أن محمد علي بنى مصر الحديثة بموارد مصر محمد علي صلح لاقتصاد المصري صلح الزراعة والصناعة والتجارة فبقى الاقتصاد المصري قوي محمد علي ما استلفش جنيه من دول أوروبا ما اعتمدش على حد ده محمد علي عمل زراعة حديثة وعمل مدار الزراعية حديثة محمد علي عمل صناعة حديثة وعمل مصانع حديثة محمد علي كمان بدأ يفتح أسوأ تجارية المصري في الخارج محمد علي كمان محتاجش الدول أوروبا حتى في التصنيع الحربي عمل مصانع للأسلحة والمدافع والبرود في الألعة محمد علي اعتمد على موارد مصر في نهضته طب اسماعيل عمل كده لا لا لاسف اسماعيل استلف من الدول الأوروبية من البيوت المالية الأوروبية من بنوك أوروبا ومن المرابين الأجانب كان بياخد ويعمل مشروعات طب دي حاجة كويسة طبعا حاجة وحشة حاجة كويسة إنه هو يعمل نهضة بس الحاجة الوحشة إنه هو يعني يستلف علشان يعمل نهضة طبعا هذه الأموال اللي اقترضناها كان السبب في تأخر مصر اقتصاديا لفترة كبيرة جدا بنعاني من هذه القروض والديون اللي سبها لنا اسماعيل هو اسماعيل دي سب لنا ديون كتير جدا ده الديون اللي بدأها اسماعيل لا غلط عشان السؤال دي بيجي لنا في صحة وغلط بدأت الاستدانة منذ عهد اسماعيل الإجابة خطأ ليه؟ لأن أول من فتح باب القروض والديون من البنوك الأوروبية ومن المرابين الأجانب هو محمد سعيد باشا بن محمد علي محمد سعيد ده هو الذي عقد أول قرض مع بنك بريطاني ثم بدأ محمد سعيد ينساق في طريق الاستدانة كان بيستدم بسندات على الخزانة المصرية يبقى أول من فتح باب الاقتراض هو سعيد باشا طب لما بد سعيد ده مصر كان عليها ديون حوالي كام؟ كان حوالي 11 مليون جنيه طب لما جي اسماعيل كان عنده فرصة أن يسدد الديون دي كان عنده فرصة لما أسعار القطن العالمية ارتفعت كان ممكن إسماعيل يسدد الديون إسماعيل بالعكس ما سددش الديون ده زود الديون علينا لما مات إسماعيل مصر كان عليها مديونيات ده حوالي 91 مليون جنيه يبقى إذن إسماعيل عمل نهضة طيب من ضمن النهضة اللي عملها إسماعيل اللي هو سؤالنا ده وجه إسماعيل عدة حملات إلى قلم الاستوائية طب ليه إسماعيل يعمل كده؟ علشان يتوسع جنوباً علشان يسيطر على منابع النيل وعلشان كمان يقضي على التجارة الغير إنسانية التجارة الغير أدمية تجارة الرقيق يبقى الإجابة هنا منع تجارة الرقيق التوسع في الجنوب والسيطرة على مياه نهر أنجل إرسال إنجلترا فرنسا مذكرة مشاركة تانية 25 مايو 1882 دي سؤال بيما تفسر؟ المذكرة مشاركة تانية قال لا هو كان فيه مذكرة مشاركة أولى طبعاً كان فيه مذكرة مشاركة أولى إيه حكاية المذكرة مشاركة الأولى؟ وحكاية المذكرة مشاركة تانية باختصار بص يا أولاد بعد ما الزعيم أحمد عرابي إدر إن هو يسقط وزارة رياض باشا المستبدة تشكلت الوزارة برئاسة شريف شريف باشا بدأ يعمل دستور لمصر الدستور اللي عمله محمد شريف باشا ده مع الأسف يا أولاد الدستور ده ما كانش يتضمن حق مجلس النواف في منقشة الميزانية يعني إيه؟ يعني مش من حق مجلس النواب اللي احنا بلو عليه مجلس الشعب دلوقتي مش من حقه إن هو يناقش ميزانية البلاد ودي شيء حلوة لا وحش طبعا شيء وحش لازم مجلس النواب يناقش الميزانية محمد شريف باشا صمم على إن مجلس النواب لا علاقة له بالميزانية مجلس النواب صمم قال إحنا لازم نناقش الميزانية حصل خلاف شديد جدا جدا بين محمد شريف باشا وبين مجلس النواب إنجلترا وفرنسا اتدخلوا عملوا إيه؟ بعتوا المذكرة المشتركة الأولى للخدوي توفيق وقالوا له في المذكرة دي إحنا بنأيدك وبينأيد شريف باشا في إن مجلس النواب ده ليس له الحق في التدخل في الميزانية وطلبوا من الخدوي حل مجلس النواب فلما المذكرة المشتركة الأولى وصلت نصر والخدوي قبلها استقل محمد شريف باشا دي مذكرة المشتركة الأولى طب المذكرة المشتركة التانية دي جت إمتى؟ ده المذكرة المشتركة التانية دي جت لما محمود سام البرودي صمم على ان الحكم اللي اصدرته المحكمة العسكرية ضد الزباط الاتراك والشراكسة بنفيهم الاقصى السودان الحكم ده لازم يتنفذ في الزباط الاتراك والشراكسة الخدوي توفيق رفض قال له لا مش ممكن الزباط الاتراك والشراكسة دول يتنفق الى اقصى جنوب السودان مستحيل محمود سامي البرودي قال لا لازم الحكم يتنفذ حصل خلاف بين وزارة محمود سامي البرودي وبين الخدوي الخدوي مصمم ان الحكم ده يتنفس في الزباط الأتراك والشراكسة محمود سامي البارودي مصمم إن الحكم ده لازم يتنفس تدخلت انجلترا وفرنسا أرسلوا قطع من الأسطول الإنجليزي والفرنسي إلى شواطئ اسكندرية وأرسلوا مذكرة اسمع المذكرة والمشاركة التانية بيطلبوا فيها بإيقال وزارة البارودي وإبعاد أحمد عرابي وزملائه خارج مصر طب هل الخدوة إيه بالمذكرة دي قبل المذكرة والمشاركة التانية فاستقال محمود سامي البارودي اعتراضا على وجود أسطول إنجليزي فرنسي على شواطئ اسكندرية ووصول المذكرة والمشاركة التانية إلى الخدوة توفية طب تعالوا كده ناخد أسئلة شوية صح وغلط أسئلة خفيفة السؤال بيقول لنا ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ تزعم جمال عبد الناصر تنظيم الزباط الأحرار دي مش عاوزة تفكير زعيم الراحل جمال عبد الناصر كان زعيما لهذا التنظيم واحد يقول لي ايه تنظيم الزباط الأحرار ده هو تنظيم سري شكله وكونه الزعيم جمال عبد الناصر من مجموعة مخلصين من زباط الجيش المصري كان هدفهم الأساسي تغيير مقدرات مصر تغيير أحوال مصر النظام الملك الفاسد مصر كان نظامها ملك الفاسد الرشوة الفساد انتشرت في مصر الانجليز مازالوا موجودين في قناة السويس ومازالت انجلترا تتدخل في شؤون مصر الزباط الأحرار قالوا لا احنا مش معقولة هنسيب بلدنا في ايد غيرنا مش معقولة هنسيب مصر لهؤلاء الانجليز وهؤلاء العثمانين ما هل الملك فاروق ده برضو عثمان ما هجده محمد علي في النهاية هو ليس مصريا فقرر جمال عبد الناصر وزملائه تكوين تنظيم سرري في الجيش ليه سرري لان قوانين الجيش لا تسمح بالعمل في السياسة فجمال عبد الناصر وزميله طبعا قاموا بهذا التنظيم من اجل مصر ومن اجل الوطن وقدروا انهم هم يقوموا في ثورة 23 يوليو المجيدة اللي خلصتنا من الاستعمار البريطاني ومن الفساد ومن الرشوة وخلصتنا من حكم قسرة محمد علي طيب فساد النظام الملكي واستبداده من عوامل قيام الثورة المصرية عام 52 طبعا الاجابة صحيحة تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية بمصر 18 يونيو 56 قال لا 56 ده لا ده احنا الملكية دي كانت 53 اجابة غلط هي 18 يونيو صح بس 53 من 56 يعد يوم 18 يونيو 56 عيدا وطنيا في مصر قال لا دهنا لسه آية لان 18 يونيو دي 53 الغاء النظام الملكي هو فيه 18 يونيو 56 آه فيه 18 يونيو 56 عيد الجلاء لسورة 23 يونيو أثرها في دعم التعليم الصناعي في مصر أكيد طبعا لأن السورة دي طبعا توسعت في إقامة المدارس الصناعية يعتبر تحديد ساعات العمل من إنجازات الاجتماعية لسورة 23 يونيو تحديد ساعات العمل آه طبعا إنجازات اجتماعية أكيد إنجازات اجتماعية اشتركت مصر مع الصين والمجر في تأسيس حركة عدم الانحياز واحد يقول لي طب ممكن يا أستاذنا تقول لنا حركة عدم الانحياز دي ايه بالزبط بصوا حبيبي آه ثورة 23 يونيو لم تحقق إنجازات مصرية داخلية فقط ده الثورة بتاعتنا دي على مستوى العالم كله كان لها دور بارز ده احنا سعبنا شعوب أفريقيا سعبنا الدول العربية كلها في الاستقلال قمنا بدور ريادي على مستوى العالم ده من ضمن اللي احنا عملناه أو اللي عملوا قادة ثورة 23 يونيو إنهم تبنوا سياسة اسمها سياسة الحياد الإيجابي وعدم للحياز ايه السياسة دي العالم كمقسوم كتلتين يا أولاد كتلة شرقية يتزعمها الاتحاد السوفيتي السابق وكتلة غربية تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية في دول تابع الكتلة الشرقية ودول تابع الكتلة الغربية جمال عبد الناصر وزميله قالوا لا مصر مش كده مصر دي عمرها ما بتنحزل طرف على حساب طرف آخر للحياز يا أولاد دايماً بيبقى فيه نوع من الظلم إنك تنحزل واحد على حساب واحد بيبقى فيه نوع من الظلم إلى حد ما إنما أنا لما أقف على الحياد الكتلة الشرقية دول حبابنا والكتلة الغربية دول حبابنا احنا لا نحزل مع دول ولا مع دول احنا السياستنا سياسة واضحة هي الحياد الإيجابي وعدم الانحياز يعني الغلطان هنقول له أنت غلطان والصح هنقول له أنت صح والاتنين حبابنا علاقتنا بالكتلة الشرقية وعلاقتنا بالكتلة الغربية ممتازة طب فيه دول تانية مشيت معانا في الموضوع ده آه يغزلافيا تمام دول تانية آه اندونيسيا طب الصين كانت معانا لا يبقى الإجابة هنا غلط الإجابة خطأ يبقى عملنا مؤتمر يا أولاد كبير جدا جدا في اندونيسيا اسمه مؤتمر باندونج لعدم الانحياز ده المؤتمر ده اتعمل سنة 1955 ومصر كان لها دور ريادي في هذا المؤتمر آه بكده يا أولاد آه رجعنا مراجعة شاملة لكل أجزاء المنهج سواء جغرافيا أو تاريخ في الفصل الدراسي الأول وفصل الدراسي التاني طيب افرض فيه أسئلة اعتراضتنا احنا موجودين معاكو آه الدكتورة إيلاريا بصراحة معاكو على الجروب 24 ساعة أي سؤال هيواجهكم حطوا أسئلتكم على الجروب وإن شاء الله هنجاوبها زي ما احنا متعودين معاكو في أثناء الدراسة احنا ما زلنا معاكو لحد ليلة الامتحان بإذن الله آه هتحلوا امتحان كويس جدا جدا هتلاقوا الأسئلة في متناول الجميع آه طبعا عايزين نقرأ الامتحان كويس جدا جدا قبل ما نجاول نهتم بتنظيم الورقة تمام لأن النظام يهمني بالضبط زي المعلومة طبعا المقارنات كلها في جدول آه سؤال صح وغلط وسؤال اختياري أفكر كويس جدا جدا قبل ما جاوله زي ما قلتلكي يا أولاد أي أسئلة موجودة على الجروب بتاعنا حطوا أسئلتكم هتلاقي الإجابة معاكم وبإذن الله آه أشوفكم على خير والمرة الجاية بإذن الله أشوفكم وانتوا في قولة سنوى وانتوا نكحين وانتوا متفوقين ومحققين كل أهدفكم وكل أحلامكم بكده يا أولاد انتهت حلقة النهاردة من المراجعة شكوا على خير إن شاء الله شكرا لكل الطلاب اللي تابعونا عبر شاشة التلفزيون شكرا لفري العمل وسرة البرنامج وإلى اللقاء